نبدأ في استقبال ضيوفنا أو الضيف في شكونا معنا بالتليفون الأكيد تطورات كبيرة في النجم الساحل البرح مجموعة من التغييرات صارت سواء على المستوى الفني أو الإداري يحضر معنا بالتليفون قيس عشور الناطق باسم الهيئة المديرة للنجم الساحلية سي قيس ألا بك مرحبا بك السلام ومرحبا بجميع مستمعية مرحبا بك شنين الأمور سيد لباس الحمد لله وليت وعد شنين الأمور هلا باس والله الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فيما بوادر أنا للاحظته البيرخ أعقد البيرخ مع المدرب اللي اللحظته البيرخ هنا حتى على قبل متحكيني أنتي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فم أرتياح كبير ملاحبة الحاجات اللي ساروا البيرح حكى أم لا طبعا طبعا تعرف اللي اللحبة ممتعة لتوهر متعلقين برشا بفريقهم وشخته كانوا في في انتدار المدرب يعني في انتذار قدوم المدرب والبارح وقعت العقد رسميا مع المدرب دورك الحاجة هالي لقعت معتها صابية طيب عند الأحباء ولقعت رحاب كبير وفما معتها أتمامين حب ماء وهذا عادي يعني قدر الأحباء الكل كانوا متحيرين شوية فيما يخص معتها المدرب واليوم عنا مدرب كبير لحقيقة في حجم الفاريخ وفي حجم سموحات وتطلع على الفاريخ رجال بايا حكي لي عادي تغييرات على المدرب كيفاش كانت المثاورات معاه المسؤولين جدد دانيس الناصري جاء الكريفة بالنسبة للمدرب هو مشكور زباير بايا معتها هو اللي اتصل به معتها هو اللي كان عنده كونتاكت من لول وتعرف انت زباير قاع معتها اللي اتصل به من طرف رئيس الجمعية باش يكون هو يساعد الفاريخ في دوله فاريخ وما قصرش حقيقة مديد للمساعدة وتفاوض منه مع مدرب ارجنتيني ما تمكنش معاتها باشي انه بتفقوا معه عديد الاسباب فتفاوض مع المدرب جيرفان ديرا اللي هو مدرب كبير مدرب بريزيلي بورتغالي اشغل عديد وعديد المناسب على رأس فرق سواء منتخبات وطنية وإلا فرق نوادي يعني كبيرة فوقع التفاوض ووقع الاتفاق معاه والتحق البارح البارح في الصباح يعني تقريبا الساعة الواحدة صباحا بمتار تونس وكان البارح تقريبا مع نصر النهار حفل انضاء العقد بينه وبين السيد رئيس النادي وكان معاه كان مصحوب بالمساعدة متاعه في ليبي سيلفانو اللي هو اخدم معه دجا في نوادي اخرين وخاصة في اخر محطة كانت عنده اللي هي نادي الاسماعيل بالنسبة للايطار لداريا خاينكمله قيس خاينكمله في السايف بش يكون معها مساعد بورتوغالي بهذه المتاعه وايضا محمد علي نفخة بش تم اللي يبقى عليها نعم بش يكون معه فليبي سيلفانو ومحمد علي نفخة والمدارب العداد البدني احمد البريري وفي انتظار قدوم مدارب الحراس عسام الحذري ان شاء الله اللي بشل تحق بالمجموعة في نهاية الأسبوع القادم رسميا نقول عسام الحذري بش يكون في ليتوان ان شاء الله شبه رسمي يعني يقع الاتفاق وفي كل شيء ومزال يبقى كان انباء العقد الخطة شنية قايس مدارب حراس واذا بش يكون مشرف عام على الإيقار ديان تايتوال والله ممكن الزوت بحقيقة مازال ما عدا فهمه بعد الجزئيات لما يقعت الترق اليها هتبقينا هو بش يكون بش يشرف على تدريب الحراس متاع فريق الأول وممكن بش يكون مشرف عام على تدريب الحراس في النجمة السياحية بشي فعلا منذ قليل ذهلي على الصفحة متاعيتوال هبطت القايمة الإفريقية المدارب كيفيش فيك فسر التنسيق بين المدارب والمحمد علي نفخة ولا كيفيش بالضبط شوفه روكي تشوف القايمة الإفريقية تقريبا نفس افتي فمد علي نفخة لكله مع ذات ثلاثة ولا أربعة لعبين موجودة القايمة الإفريقية يعني القايمة الإفريقية اليوم في حوالي أربعين لعب تقريبا كان منيش غالط فمد ضوك بتبعه هو البارح جلسه مع محمد علي نفخة هو تفرج على المقابلة الودية اللي يزرعها الفريق البارح ضد أمال الرياضي بحمل سوزة خذيه فكرة مبدئية ما ينجمشي يكون عنده فكرة شاملة على المجموعة الكل في دارف ساعة ولا ساعتين هذا أمر شبه مستحيل بقينا جمع واجتماع ابو حمد علي نفخة وبحمد البريري وبليتال الفني الكل وخذيها فكرة شاملة ونحن كنا بعثنا مع قايمة مبدئية من الأول ونصدنا بعثنا مع هذه القايمة التكملية اليوم معنا قايمة إفريقية فات أربعين لعب المصر الجديد ليس موجود قيس محمود سابر ايه ليس موجود ليس موجود لم يقع الدراجو في القايمة الإفريقية بيه نحكيه شوي على المستوى الإديري في عودة جيال الكريفة إذا محمد بلتايف بالنسبة لمحمد بلتايف يعود في خطة منسق إداري لفريق كبكورت القدم وعود الدكتور جيال الكريفة كمدير إداري وهي هذه عودة مع تبزوز المسؤولين أيضا يعرفوا ليسوا البركدام وكانوا موجودين في عديد المحطات والحقيقة يتمتعوا بخبرة كبيرة بكواليس النادي وبجميع الجزئيات التي ترجم تكون محيطة بفرع كورت القدم في نجمة الساحلي وهذا دعم مهام بالنسبة للفريق في الوقت هذا وكذلك قدوم لعب أنيس النصري بشيكون هو مرافق فريق أكيب كورت القدم كيف أنيس يعرف الأجواء قريب ينصر من الفريق يعرف كل شيء وإن شاء الله جده وإن شاء الله في المهمة جديدة فهما تعزيزات قادمة في الهيئة والسيبون نقول سكننا ما يعني والله هو يشوف إحنا نخدمه وإحنا ممكن فما حاجة سوف نوفيكم بها ولمنظر ذكره ما يعني وإن شاء الله يظل ما نتلقوه في الموسم المتاعنا لسبوع القادم مبدئين فما المقابلة سوف يجريها الفريق إذا ما يجيش معتها ما يفيد عكس هذا إحنا عنا مقابلة نهار 5 ديسمبر ضد النيدي البنزردي ما زلنا منعفوش فينا ملعب خطر الملعب لم يقع الاختيار عليه نحوك سوف يقع تجهيز الفريق للمقابلة هذه وإن شاء الله رب يوفقنا إن شاء الله رب يجيبنا في السواب وهذه كهم حاجة قيس حكيت على زوبير باية نجم يكون بصفة الاسمية وإلا فقط مستشار يخو في رأي رئيس وكهو شوف هذين سوئر تسأل الزوبير لا نجمش إن أتباع ما نعرش زوبير ولد اتوال زوبير إلا تختيع على اتوال كان قريب الرئيس في المدى الاخيراس يخطوه عاونه ومشكور ويعني زوبير ولد العائل انت على اتوال ويد الزوبير بوقت ما يخبه ويتفضل معنى يفهمت معنى ما نعرش اسكورية وشوه برنامج ولحقيقة مع التنجم السؤال هذه التنجم تطف على زوبير واضح أتيك صح شكرا لك قيس على كل هذه التفاصيل شكرا لك كان هنا معنا قيس عشور الناطق رسمي باسم النجم السيحلي كان حكينا على التغيرات سواء الفنية بالمدرب الجديد للنجم السيحلي أيضا الإدارية بعودة جيل الكريفة أيضا أنيس النظري ومحمد الطيف التصريح الكامل نتلقاها على البرجم تيانا في شكل فيديو إكس براس الفيم وإلا إكس براس سبورة موزيكا ثم راجعينا موسيقى موسيقى موسيقى